الصلاة المصورة في كل يوم وليلة يصلي المسلم لربه خمس صلوات يجب عليه تأديتها على الوجه الأكمل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري استعوا اعتدلوا تقاربوا استوين الله طائعي هذا القول لا يشرع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد رواه البخاري ومسلم الله أكبر هذه إحدى الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حذ ومنكبيه مع تكبيرة الإحرام الله أكبر وهذه الصورة الثانية وهي رفع يديه حيال أذنيه مع تكبيرة الإحرام وكلاهما صحيح الله أكبر هذه الصفة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام الله أكبر عز وجل وهذا أيضا من الأقوال التي لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله وهذا أيضا من الأقوال التي لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة صحيحة في وضع اليدين على الصدر وهذه أيضا صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن يستعرض المصل قراءته في ذهنه بل لا بد من تحريك اللسان والشفتين بالقراءة الحركة في الصلاة لغير حاجة منافية للخشوع وإذا كثرت أبطلت الصلاة هذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه اليدان الله أكبر الله مع الصبر هذه الكلمة وما شابها تشوش على المصلين صلاتهم ناهيك عن عدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا من الأخطاء الشائعة لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حال القيام الله أكبر والصحيح أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام ثم دخل في الركوع مباشرة أجزأه ذلك إذا عرض للإمام أثناء الصلاة ما يوجب أو يجيز له الإنصراف من الصلاة كأن يسمع جرس الحوادث أو يحدث أثناء صلاته فعليه استخلاف أحد المأمومين لإمامة من خلفه وإكمال صلاتهم ولا يترتب على ذلك حكم شرعي بالنسبة لمن بقي أما من انصرف فيعيد صلاته من أولها سمع الله لمن حمده لا تجوز مسابقة الإمام بل هي من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار رواه البخاري ومسلم ومن تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته سمع الله لمن حمده أيضا موافقة الإمام لا تجوز سمع الله لمن حمده وكذلك التأخير الكثير عن الإمام لا يجوز والواجب أن يرفع المأموم بعد الإمام بباشرة سمع الله لمن حمده هذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدان تنبيه من الأخطاء الشاعة أن بعض المصلين إذا كان إماما أو منفردا يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولك الشكر زيادة والشكر من الأقوال التي لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده هذا المصلي ارتكب خطأين الأول مخالفته للسنة في رفع اليدين وقد تقدمت الصفة الصحيحة في رفع اليدين والخطأ الثاني في رفع بصره إلى السماء وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه مسلم الله أكبر هذا الركوع مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعد الركوع صحيحا ما لم تصل يداه إلى ركبتيه وهذه الصورة أيضا مخالفة لما ورد في السنة المطهرة والصحيح هو ما تشاهدونه من استواء ظهر المصلي في الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤب من الشيطان فإذا تفاؤب أحدكم فليكظم ما استطعا رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب ومن الكف المنهي عنه ثني الأكمام هذا الرجل أخلى بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة ومن المعلوم أن الركن تبطل الصلاة بتركه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته كالذي ترونه الآن ارجع فصلي فإنك لم تصل وعندما أراد تعليمه الصلاة الصحيحة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم اركع حتى تطمئن راكعة الله أكبر الله أكبر ثم ارفع حتى تعتدل قائمة سمع الله لمن حميد ثم اسجد حتى تطمئن ساجد الله أكبر ثم ارفع حتى تطمئن جالسة الله أكبر وافعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم الله أكبر هذه الصفة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله للسجود بتقديم ركبتيه على يديه من الأخطاء الشائعة في السجود والتي قد يؤدي بعضها إلى بطلان الصلاة السجود على الأنف دون الجبهة وهو فعل مخالف للسنة السجود على الجبهة دون الأنف وهو فعل مخالف للسنة الافتراش كافتراش الكلب وهذا من الأعمال المكروهة في الصلاة عدم مجافات اليدين عن الجنبين في السجود وهو فعل مخالف للسنة رفع القدمين في السجود وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة إن استمر ذلك طيلة السجود وكذلك رفع إحدى القدمين أثناء السجود وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة السجود على أطراف أصابع اليدين وهو فعل مخالف للسنة السجود على القبضة وهو فعل مخالف للسنة والذي ينبغي للمصلي أن يسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وبطون أصابع القدمين وأن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه وفخديه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأصابع والإشارة بالسبابة وهذه الصفة الثانية بتحليق الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة وهتان الصفتان صحيحتان ويكون ذلك من أول التشهد إلى آخره الله أكبر هذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدان وبذلك تكون المواضع التي ترفع فيها اليدان أولا الله أكبر مع تكبيرة الإحرام ثانيا الله أكبر مع تكبيرة الركوع في كل ركعة ثالثا سمع الله لمن حميده عند الرفع من الركوع في كل ركعة الله أكبر رابعا عند القيام من التشهد الأول هذه الصفة الصحيحة في الجلوس للتشهد الأول بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى أما في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فالسنة نصب القدم اليمنى وتقديم اليسرى وإدخالها تحت اليمنى والجلوس على المقعدة وهذا هو التورك هذا من الأخطاء الشائعة لأنه لم يتابع الإمام والواجب أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم التفت يمينا وشمالا أما تحريك الرأس بهذه الطريقة وتحريك اليدين فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع فعله لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر